الرحمن الرحيم اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة معنا مجموعة من الاخبار كلها بتهم حامل البطاقات التموينية يعني كل الكلام اللي هقوله دلوقتي الكلام مهم جدا 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 لكل الناس اللي معاها الطاق التموين واللي بقوله لحضرتك دلوقتي ده هتعرف امتو بعدين يعني هتعرف بعدين اللي هقوله لحضرتك دلوقتي واللي هتروح تعمله في البنك وفورا هو ده اللي هينفعك بعدين وهو ده لما تكون الناس خلاص بدأت تتحرك هتكون انت اخذت خطوة اصطباقية وبقت معاك البطاقة اللي تقدر تصرف بها التموين بتاعك هنركز مع بعض كويس جدا جدا لانه احنا عندنا تلات اخبار التلاتة اهمة من بعض اولهم حكاية كارت الخبز المدعم ايه هو كارت الخبز المدعم وطريقة استخراجه الخبر التاني هو وقف صرف الخبز في خمس محافظات مصرية اهمها الاسكندرية خبر التالت معانا وهو الاهم على الاطلاق توجهوا للبنوك فورا منشدة عجلة لاصحاب البطاقات التموينية من وزارتي التموين توجهوا للبنوك لاستخراج بطاقات التموين المميكانة باقي 14 يوم فقط يعني قدام حضرتك مهلة 14 يوم فقط تعالوا بقى مع بعض نشوف تفاصيل كل خبر من الاخبار دي ولكن يا ريت لو حضرتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد اول حاجة نتكلم فيها وهو كارت الخبز المدعم ايه هو كارت الخبز المدعم واشحنه ازاي واطلعه ازاي وهيفدني بايه وكل الكلام ده هنا الناس عندها لبس كبير جدا في موضوع كارت الخبز لانه الناس مش عارفة مين اللي من حقه يطلع كارت الخبز ده بداية كارت الخبز ده للناس اللي مش معايها بطاق التموين خالص يعني هي اصلا مش عندها بطاق التموين مش معاي بطاق التموين اصلا فبقدر ان انا اجيب عيش مدعم بسعر مخفض يعني ان وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعلن ان الكرت ده بيتيح الفرصة للناس اللي مش معاها بطاقة للحصول على الخبز المدعوم وده طبعا بيكون ارخص من الخبز السياحي اللي هو البديل الوحيد للخبز المدعم وطبعا بيكون سعره مرتفع جدا ازاي لو انا مش معايا بطاقة تموين وعايز احصل على كرت اقدر احصل بيه على العيش بتاع البطاقة اعمل ايه منطقة البساطة حضرتك هتزور مكتب التموين سوري مكتب البريد اللي قريب منك اقرب مكتب بريد ليك هتبدأ تقدم طلب هتقدم بينات الشخصية بتاعة حضرتك كاملة وصحيحة زي صورة بطاقة الرقم القومي والرقم للهاتف وبعد كده تبدأ تدفع رسوم قدرها 30 جنيه فقط بعد كده هتبدأ انه تنشط الكرت هيدي لحضرتك الكرت بعد كم يوم هتبدأ تنشط الكرت وتشحنه باعقال لباقة وهي 20 جنيه وبعد كده تبدأ تستلم عيش مدعم من ابو 20 قرش من اي فرن ولكن بيكون السعر اعلى شوية من العشرين قرش من الناس اللي عاماها بطاقة هي دي حكاية الكرت الخبز المدعم لانه الناس تخيلت انه بقى فيه كرت جديد للخبز وخصوصا طبعا انه احنا داخلين على موضوع منظومة الدعم النقدي من العيني فالدنيا مطلخ بطا والناس من الموضوع عندها في لبس جديد جدا تعالوا بقى نشوف الخبر الاهم على الاطلاق بسرعة توجه للبنك علشان خاطر تطلع بطاقة التموين الجديدة طبعا حضرتكو عارفين انا هقول لحضرتكو دلوقتي على فرصة مش بتتكرر تاني وهيكون عندك فرصة محترمة جدا انك تطلع البطاقة في ايام لحد ما يكون الدنيا فيها هادية وفري تماما دلوقتي هو هيدخل حضرتك في منظومة جديدة اسمها منظومة الدعم النقدي يعني ايه؟ يعني حضرتك بتاخدي بطاقة التموين بتاعتك وبتروحي عند بدال التموين تجيبي سكر زيت رز مكرونة ايا كانت السلع اللي حضرتك بتاخديها هو هيوقف المنظومة دي تماما وغالبا هيكون من الشهر اللي جاي ولو بالكتير او هيكون الشهر اللي بعدي طالما الموضوع بدأ يطلع على الاعلام المصري اعرف اني خلاص حضرتك دخل على التنفيذ طيب ايه مواصفات المنظومة دي اتكلمنا فيها كتير جدا ولكن هقول لحضرتكو تاني ولكن احنا مش جايين نتكلم في المنظومة انا جاي يتكلم في حضرتكو ازاي تستعد للمنظومة دي ويكون معاك الكارت ده من دلوقتي وفري تماما دلوقتي هو عايز من حضرتك حساب في البنك وعايز من حضرتك انه يكون معاك كارت فيزا ليه؟ علشان خاطر هياخد منك بطاقة التموين وكارت الفيزا ده هيبدأ ينزل عليه الحساب بتاعك كل شهر بمعنى ايه؟ دلوقتي هو الكلام اللي اسمعناه من دكتور فخر الفئي رئيس لجنة الخطة والموازنة لحد دلوقتي انها هتكون 175 جنيه كل فرد خليها 200 جنيه يعني بحد اقصى اربع افراد يعني لو اربع افراد يبقى ليهم 800 جنيه ازاي اقدر اوصل لحضرتك 800 جنيه؟ محتاج منك حساب وليه فيزا علشان خاطر او دعلك الفلوس دي في البنك تروحي هتقولي لي بقى هو انا كل شهر هيكون عندي مصيبة ان انا روحي البنك اقولي حضرتك لا خالص اطلاقا الكارت ده هيشتغل في اي مكان ممكن حضرتك تسحبيهم من الاتم او ممكن حضرتك تروحي لأي هاربر وهاي بار ماركت او سوبر ماركت كبير او حتى صغير هتلاقي عنده مكينات البي او اس المكينات دي تقدر تشتري من خلالها عادي جدا زي ما بتروحي دلوقتي بتدي له الفيزا بتاعت حسابك البنكي ويبدأ يخصم منها الرصيد اللي حضرتك اشتريتي بيه هتبقى نفس عملية الشراء بالزبط اشتريتي بقى بنتين بتلتمية بخمسمية بربعمية مفيش مشكلة اشتريتي بيهم كلهم في وقت واحد مفيش مشكلة اشتريتي سلعة غالية سرعة رخيصة جودتها مرتفعة جودتها منخفضة الموضوع بيرجعليك في الاخر طب اشتريتي بيهم كلهم عيش مفيش مشكلة اشتريتي بيهم كلهم سلعة ومش بتحتاجي للعيش مش بيعجبك او مش بتحبي تكليه خلاص برضو مفيش مشكلة هنا بقى هو محتاج منك فيزا علشان خاطر تحطي يحطي لك فيها الفلوس أنا دلوقتي ممكن حد يقول لنا معي فيزا حاجة واحدة عايزة أقولها لحضراتكم لو الحساب ده الحساب البنكي اللي فيه فلوسك اللي انت حطها في البنك بتتدخري بيها أو بتستثميري عن طريقها وعمل الشهادات والكلام ده كله بلاش يكون هو ده الحساب اللي انت هتديه لهم اعملي حساب جديد وفورا هتقولي لي أنا بقى ولسه هنزل للبنك وهيقعد أيام طويلة جدا وطبعا محتاجة لحد الأدنى للإداع 3000 جنيه وخصوصا في البنك الأهلي وبنك مصر أقول لحضراتك لأ هو ده بقى اللي أنا جاي أقوله حضراتك النهاردة البنك المركزي بيعمل مبادرة سمع مبادرة الشمول المالي بيبتت عمل 8 مرات في السنة دلوقتي وفي الوقت ده وكنت منتظرة أن يكون فيه مبادرة الشمول المالي عشان بسرعة أقول لحضراتكم الأيام اللي احنا فيها دي والمدة 15 يوم تبدأ 15 أكتوبر بسبب مناسبة اليوم العالمي للإدخار فيه مناسبة تانية اليوم العالمي المرأة واليوم العالمي الفلاح ولكن ما علينا دلوقتي موجودة وتبتدي 15 أكتوبر وتنتهي 30 أكتوبر 15 يوم كاملة تقدري حضرتك تروحي تطلعي تفتح الحساب من غير ولا جنيه واحد تقدري توضعي داخل الحساب يعني مش هنحط ولا جنيه واحد في الحساب مش محتاجة للحد الأدنى للحساب بعدها ب3 أو 4 أيام حد هيتصل بيك من شركة الشحن هيوصل لحضرتك الفيزا لحد باب البيت أنا كده بقيت جاهز للشهر اللي جاي هيبدأ يقول لي اديني الفيزا بتاعتك بقى معايا فيزا خاصة فقط بالتموين ودي النصيحة اللي هقولها المرة التانية خليها فيزا خاصة وحساب خاصة فقط بالتموين بلاش الحساب الشخصي بتاعة حضرتك اللي فيه فلوسك واستثمراتك والدخارك وكل الكلام ده كله طيب دلوقتي خلاص هيكون أنا بقيت معايا الحساب أبدأ أضيفه عندهم في وزارة التموين لما يبدوا يطلبوه مننا ساعتها هتكون الدنيا زحمة بشكل مش طبيعي ساعتها حضرتك أصلا مش هتقدر يعني انت تاخدي الحسابه بسرعة ممكن تضطر انك تجيهم حسابهم وده مش حسابك وده مش صح طيب ساعتها ممكن اضطر انه أنا أستنى شهر أو اثنين على بالمزاحمة تخف شوية والبنوك تهدى شوية لأنه يكون ساعة زحمة رهيبة جدا جدا لكل الناس اللي معندهاش حسابات فممكن التموين يروح عليك شهر أو اثنين فأنت دلوقتي هتعمل حسابك من دلوقتي هتنزلي للبنك بمنطقة البساطة مشوار واحد بيبدأ يفتح لك الحساب فري تماما فيش مصرفاته ولا جنيه واحد في الأيام العادية بيكون فيه مصرفاته بيكون فيه حد أدنى لازم أدفعه علشان خاطر يريده يفتح للحساب بيكون عادةً تلات تلاف تقريباً لتلاتة لأربعة تلاف جنيه في الحساب اللي بالجنيه المصري ومية دولار للحساب اللي فيه العملة الأجنبية ده رقم واحد ما دفعتش مصرفات وكمان الفيزا هتجي لحد باب البيت فري تماما بقيت معايا الفيزا بتاعتي وكل شيء تمام حبيت أفاهم حضراتكو وقول لحضراتكو علشان خاطر يكون عندك خطوة صباقية لأنه ساعتها إن شاء الله ما تنسانيش بدعوة لأنه ساعتها يكون وفرت على حضراتكو رحلة طويلة جداً جداً من العناء علشان خاطر تعملي الحساب ده في التوقيت ده بالذات طيب ده كده الخبر التاني معنا الخبر التالت معنا وقف صرف الخبز الخمس محافظات مصرية وأهمها الإسكندرية هل دي حقيقة؟ أي حقيقة طيب لمين؟ بمنتهى البساطة للناس اللي كانت جاية تصيف ده كانت قرار عملته وزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف على المصيفين كان في خمس مناطق مصرية كانت في مدينة رأس البر وكانت في دميات وكانت في الإسكندرية بالكامل ومطروح ومحافظة كمان المهم إنه كانوا عاملينه علشان خاطر حضرتك لما تكون رائح تصيف ما تشتريش العيش أبو 2 جنيه وتشتري العيش أبو 20 قرش والبطاعة بتاعتك تشتغل عادي هناك دي كانت مدة معينة المدة دي خلصت من 3 أيام فبدأت دلوقتي الناس اللي معاها البطايق دي ما ينفعش إنها تصرف عيش من المحافظات دي ترجع تصرف من محافظتك وكل أهالي المحافظة يصرفوا عادي جدا لم يتم واقف صرف الخبز ليهم ولا أي شيء هي دي كل تفاصيل الخبر بتاع واقف صرف الخبز في خمس محافظات مصرية طبعا بعتذر عن الإطالة ولكن كنت أحب أن أفاهم حضراتك وأنه الموضوع فعلا مهم جدا جدا وهيكون الفيزا دي هي البديل الوحيد لبطاعة التمويل اللي أقدر أخسر بيها على حقي في الدعم بتمنى أن يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتك يدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضراتك لو استفدتوا بمعلومة واحدة يريد ما تنسوش ضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس إن شاء الله على خير هنتقابل في الفيديو جديد في أمان الله